هل مشكلة عدرا لم نتمكن من استكمال طلبك على تطبيقك الخاص واتساب؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال التقطع للطبط والإعدادات نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل لبحث عن تطبيق واتساب في هذه النافذة نضغط على واتساب نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين أضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعد ذلك يكفي فقط أن تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر حول تطبيقك الخاص واتساب